لم يصل بعد ليمثل خطراً تتحدث السعودية هنا عن الحوثي الذي رفع درجة تصعيده العسكري في اليمن لكن هذا التصعيد وفق حديث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لم يبلغ مرحلة الإضرار بمحادثات السلام المنعقدة بين بلاده والحوثي تاتي أهمية تصريح المسؤول السعودي كونها صدرت من داخل تجمع دولي شهير ينعقد سنوياً لمناقشة مشاكل العالم فعلى طاولة مؤتمر ميونخ الأمني في دورته السادسة والخمسين قال فيصل بن فرحان إن بلاده لا تزال ملتزمة بإجراء محادثات سلام مع الحوثيين عبر قناة خلفية يعترف المسؤول السعودي بأن المشاورات مع الحوثي تدهورت في الآونة الأخيرة لكنه مع ذلك يرى بأن القناة الخلفية للمحادثات لا تزال تحقق تقدماً والاعتداءات الحوثية لم تشكل حتى الآن خطراً مهدداً للمشاورات التي تعقد في مسقط لماذا تمارس السعودية سياسة التهديئة مع الحوثي رغم استمرار تهديده لها؟ هذا سؤال إجابته غير واضحة لكن وزير الخارجية السعودي يحاول الدفاع عن موقف بلاده إنها مهتمة بخفض التصعيد في المنطقة وتأمل بالمقابل أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران ما يمكن فهمه من حديث المسؤول السعودي أن مشكلة السعودية مع الحوثي ليس لها علاقة بتمرده على الشرعية بل في ولائه لإيران وفق محللين فإن الرياضة التي خفضت عملياتها القتالية ضد الحوثي متمسكة باستمرار المشاورات السرية معه بهدف تخليه عن إيران مع أن الوقايع الحالية تشير إلى صعوبة تخلي ميليشيا الحوثي عن طهران لأن الأخيرة وفق وقايع كثيرة لا تترك حلفاءها في منتصف الطريق ترجمة نانسي قنقر